بزف ديال الناس سولوني أسئلة عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي منها الفيسبوك والإنستغرام حيث هدو ملكا السامي بزف أسئلة لا تعطوها لا تحصى أنا اخترت منها فقط عشرة ديال الأسئلة لاش نجاوبكم عليها في حلقة اليوم السلام عليكم ومرحبا بيا معكم في برنامج سولني وانا لجاوبك بنسبة للسؤال الأول واللي هو عرفنا بنفسك معكم الأختين تحفوا من مدينة تيتوان 26 سنة أخصائي في ترويض الطبي والعلاج الفيزيائي وتأهيل حركي كوتش التحفيز الذاتي ويوتيوبك منطلق بالنسبة للناس اللي يمتبعاني من بدايات ديالي كنت عندي قناة قديمة كنت نزلت فيها فيديو واحد عنده علاقة تجريبتي الخاصة مع الإبارسينية وكانو كان مشاهدة لا بأسة بها كنت وصلت شر بوست نتلتلاف أو ستلاف جو خلال الأسبوع كنت ما قررت أنني مرتجي مع الناس كالحويجات اللي كنعرف فبيت كننزل فيديوهات عند علاقة تنمية داتية وتدوير الدات لكن الخلق اللي درت هو أنني كنت كنحمل أو كنت كن تلي شارجي فيديوهات من اليوتيوب كنحضف الصوت وكنعمل الصوت ديالي أنا عليهم حيث في الحقيقة ما كنتش عارفة الأساسيات ديال اليوتيوب فبعد باحت وبعد تبقيك في بساف ديال الأمور عرفت باللي شارجي فيديوهات شركة اليوتيوب كتتقلب على الإبداع الشخصي ديالك على لمستك الخاصة في الفيديوهات اللي كتنسل فشديت القناة ديالي القديمة وفتحت هذه الحالية اللي كنسل فيها فيديوهاتي وكنت بديت في أربعة ديال الخمسة 2019 أنا شخصية فضولية جدا لكن فضولية في تعلم ما يفيد كعجبني نقلة كعجبني نسول كعجبني نبحث كعجبني نتعلم فأي حاجة تعلمتها أي حاجة كتسبتها كنبري أنني نتقاسمها مع الناس اللي كنعرف وحتى الناس اللي ما كنعرفش فموقع التواصل الاجتماعي قد عطينا هاد الفرصة هادي بش أننا نتكلموا ونتحدثوا ونتبرتجوا مع الناس شي حاجة اللي تقدر تفيدوا من الآن أو في الفترات القادمة فهذا هو الهدف الأساسي ديالي من إنشاء قناة على اليوتيوب قناتي متنوعة والسبب الرئيسي في هذا التنوع هما المتابعين الأوفياء القناتي اللي ما بغوهاش تبقى محصورة في خانة واحدة وأنا كمتتبعة لبساف ديال القنوات نبغي من يندخل من أي قناة نجبر فيديو مختلف فيه موضوع مختلف مطروح بطريقة مختلفة فيه لبسة مختلفة ومغيرة على فيديوهات سابقة فأمر طبيعي وشيء بديهي أن الناس اللي قد يدخلوا من قناة ديالي يبغيوا يشعروا هذا الاختلاف وهذا التنوع قناتي تحتوي على فلوغات على روتينات وعلى سلسلات مختلفة كسلسلات كيف هل متى وأين صندوق الأسرار أسئلة وأجوبة لبسة خاصة في عالم الطبخ رسائل من القلب فيديوهات تحفيزية بالدرجة المغربية باللغة العربية الفصحة والإنجليزية سلسلة تعلم اللغة التركية من الألف إلى الياء قصص بسيناريوهات مختلفة قصص مسموعة من نسج الواقع أخبار حصرية متنوعة وآخر سلسلة واللي هي علوم معلومات من دهب صراحة سؤال صعب لكن رغم ذلك سنجاوب عليه وغادي نقول باللي مكينش واحد سلسلة معينة قريبة على قلبي جميع السلسلات جميع الفيديوهات اللي قدمت الحد الآن خلال مدة 7 أشهر شفت فيها راسي شفت فيها ذاتي حاولت ما أمكن أنني نقدم فيها ولو الشيء القليل ونعمل فيها لمستي الخاصة موسيقى منقدرش نقول باللي عندي فيديوهات ضعيفة لكن ممكن أنني نقول باللي عندي فيديو أحسن منها الآخر حيث أنا من النوع اللي كنتفرج فيديوهاتي بزاة تير المرات وفي كل مرة كنتفرج في فيديو كنحس براسي بي أنني فعلا تقدمت وزيدت خطوة إلى الأمام وهذا الشيء هذا يعطيني حافظ ودافع أكبر باش أنني نزيد نخدم ونزيد نطور مإمكانياتي ونقدم المحتوى دي القناة ديالي بصورة أحسن اختصار شديد تهمت إنسانة طموحة بساف إنسانة عملية بساف إنسانة كتحاول أنها تخلق من لا شيء شيء إضافة إلى ذلك ما عندهاش كلمة مستحيل في القموص ديالها موسيقى أنا كصانعة محتوى كنقدم جموعة ديال الفيديوهات هالفيديوهات هذي ما يمكنش تعجبه طروق الجميع حيث أنا كنطلق من نفسي مليكن بغير ندخل نتفرج أي فيديو على مستوى قناة معينة مشيكا على الفيديوهات كتعجبني وحيد كيهجبني وحيد ما كيهجبنيش فالانتقاد أمر طبيعي غيره كان كل واحد فينا وكيفاش كيشوفه من منظوره الخاص أنا شخصيا بالنسبة لي للانتقاد السلبي أو الانتقاد الإيجابي البناء كنحاول أنني نستفد منه باش نقدر نطور من نفسي ونقدم محتوى نقي مزيوى ليروق بالمتلقي والمتتبع اللي كيتاب على القناة ديالي حسب رأيي الشخصي أن اليوتيوبرز إلا بغا يكون ناجح لازم أنه يكون مجتهد لازم أنه يكون مبدع ولازم أنه يكون متجدد بمعنى ديما يحاول أنه يقدم محتوى هادف وزوين اللي يستفد منه الجميع ويقدم شي حاجة مختلفة بطابع مختلف وبنمسطول خاصة تحية حب تحية شكر يلقا متابعين قناتي نتحفو شكرا متزاف على الدعم ديالكم شكرا متزاف على تشجيعاتكم شكرا متزاف على كلامكم الطيب والراقي لا في حق شخصي ولا في حق محتوى قناتي كنتمنى دائما أنني نكون عند حصمتان ديالكم نقدم لكم شي حاجة لي كتليق وكتروق لمستوى الفكري والثقافي ديالكم كنوعدكم بإذن الله بمفاجآت كنتمنى أنها تنال إعجاب ديالكم شعاري الدائم اللي أنا مآمنة به واللي حطيته كشعار على قناتي واللي هو لا تكن عالة وإنما صاحب رسالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة